تشارك مملكة البحرين العالم الاحتفال بالشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبرانية نعم حيث أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني حملته الثاني على التوالي تحت عنوان بحرين ناء واعية في مجمع الأبانيوز بهدف زيادة الوعي في هذا المجال تحظى منظومة الأمن السيبراني في مملكة البحرين بدعم كبير من قبل مختلف الأطراف حيث يعتبر الأمن السيبراني في العصر الحالي أمر بالغ الأهمية ويوفر من جهته المركز الوطني للأمن السيبراني وخصوصا في شهر أكتوبر والذي يعتبر الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني فرصا كبيرة للتوعية في هذا المجال تهدف حملة إلى التوعية بأساسيات الأمن السيبراني بشكل أساسي كذلك توعية جميع فئات المجتمع سواء كانوا شباب أطفال كبار سن ذوي الهمام موظفين قطاع خاص أو قطاع عام اليوم عندنا المعرض المتنقل في مجمع الأبانيوز في مجموعة من الأنشطة التفاعلية مثل محاضرات التوعوية التوعية الترفيهية وكذلك لقاء الخبراء الفنيين تقدم هذه المبادرة للأفراد والمؤسسات برامج تفاعلية لتطوير مهاراتهم وتجويدها وطرح الحلول وتبادل الخبرات هذا المعرض الذي يقام اليوم في مجمع الأبانيوز هو أحد المسارات التي نفذها في حملة بحرين نواعية لسنة الثانية على التوالي نبي نوجه لهم أسئلة معنية بالحفاظ على سابر سيكورتي هايجين أو اللهوة السلامة السبرانية والممارسات الصحيحة والتدابير الوقائية اللي ممكن يتخذونها أثناء استخدامهم للإنترنت والتكنولوجيا خاصة أن القطاعات جميعها تتجه للتحاول الرقمي وإحنا كمركز وطني الأمن السبراني نحرص أن هذا التحاول الرقمي يكون تحاول رقمي آمن حماية الشبكات والأنظمة الخاصة بتقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية من الأمور الهمة التي تطرح على طاولة الحوار بهذه المبادرة الهادفة لتعزيز البنية التحتية الرقمية الدعمة للجاهزية السبرانية بمملكة البحرين يطلق المركز الوطني للأمن السبراني حملته تحت عنوان بحرين نواعية للعام الثاني على التوالي في شهر أكتوبر هذا الشهر الذي يحتفى به عالميا للحفظ على الأمن السبراني بهدف زيادة التوعية وحفظ الأمن في كل مكان وزمان شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر